ونقرأ مشاهدين الكرام على حضراتكم هذا الخبر العاجل حيث تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد أنطانيو جوتاريش سكرتيري عامل أمم المتحدة هذا وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن والذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافي كما تم تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وذلك من خلال الألية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة حيث ثمن جوتاريش الدورة الجوهري لمصر على هذا الصعيد مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار كما أعرب الرئيس سيسي عن تقدير مصر للمواقف المتوازنة للسكرتير العام وكذلك دور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني ترجمة نانسي قنقر